أكتوري نتحدث اليوم عن جيل مهم قدم للرواية العربية بصورة عامة تابعنا البعض منعدها تجسدت عن طريق مسلسلات ونفذت بطريق درامي لكن اليوم هل الرواية العربية أصبحت أو توازت أو استطاعت أن تنتج الشخصية العربية بشكل صحيح أو بتعددت مفردات الرواية العربية عن الشخصية العربية وأصبحت الكتابات هي مجرد سرد لأحداث تاريخية وعادة تكرارها الحقيقة لأهو في دلوقتي طفرة في الرواية العربية حلوة جداً وأحلى حاجة فيها أن أصبح العالم العربي إلى حد ما الرواية العربية وحدته الثقافة هي طبعاً أكتر شيء بيوحد الناس يعني حاجة رائعة جداً لما نشوف حد في مصر بيقرأ رواية لحد في العراء مثلاً أو حد يعني أنا شخصياً يعني لسا كنت قرأة رواية عن العراء قد إيه كانت رواية رائعة اتعلمت منها كتير جداً كنت رواية إيه؟ أنا مش قادرة تذكر الاسم بالضبط بس يعني كانت فعلاً رواية يعني استمتعت جداً بقراءتها واستمتعت أن أعرفت حاجات كتير جداً عن العراء فلا أنا شايف أن الرواية بالعكس الرواية حالياً يمكن بتدينا فيها تفرة شديدة جداً بتدينا معلومات مهمة جداً عن الوطن العربي كله وحلو أن إحنا بقينا ما بنقراش بس للبلد اللي إحنا نكتب عنها لا إحنا بقينا بنقرأ لبعض فدي بقى أهمية اللغة يعني أنا تخصصي يعلم اللغة الاجتماعية في أهمية اللغة في توحيد الثقافات طبعاً حاجة يعني مهمة جداً